أنابى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقرة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يوم أمس لافتتاح أعمال المؤتمر الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط بأفريقيا لطب العيون الذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وبمشاركة نحو ألفي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال طب وجراحة العيون من جميع أنحاء العالم وقد نقل سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين في تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتمنياته لهم بأن تتكلل جهودهم بالنجاح وبالشكل الذي يسهم في الارتقاء بطب العيون وتطوير واستحداث أساليب تشخيصية وعلاجية جديدة لعلاج المرضى وتعزيز أنظمة الوقاية من أمراض العيون وأكد سمو أن القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين يحظى بكل الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر من أجل تطوير الخدمات الصحية والعلاجية بما يضمن تقديمها بأعلى مستويات الجودة وأضاف سموه أن الاهتمام بالقطاع الصحي والطبي عزز من قدرة البحرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع ورسخ من مكانتها كوجهة للسياحة العلاجية في المنطقة في ظل ما تتميز به من بنية متطورة في المستشفيات والمراكز الصحية وما تشهده من زيادة في المؤسسات العلاجية التي تضم نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين وتوفر خدمات طبية متطورة تضاهي المستويات العالمية وشدد سموه على همية إقامة مثل هذه المؤتمرات الطبية المتخصصة في دعم خطط وتوجهات الحكومة للارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف التخصصات من خلال ما توفره من فرصة للتدريب وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية في المملكة ونظرائهم من مختلف دول العالم والتعرف على أحدث الأساليب والتقنيات العلاجية المتقدمة وعبر سموه عن الفخر والاعتزاز باختيار مملكة البحرين لعقد هذا المؤتمر الطبي العالمي الهام والذي يعد أكبر تجمعات الطبية والعلمية العالمية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال طب العيون منوها سموه إلى أنه يعكس ما تتمتع به المملكة من مكانة رفيعة وقدرة عالية على تنظيمه واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية وشارك كل من صاحب السموه الملكية الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون والبروفيسور هيو تايلور رئيس المجلس الدولي لطب العيون بكلمات رحبوا فيها بعقل هذا المؤتمر الهام متمنين النجاح والفائدة المرجوة بعد ختام أعمال وفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي وقد تم تكريم كبار الشخصيات من المشاركين والمنظمين وبعدها تم افتتاح المعرض الطبي موسيقى 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 في حديث الساعة وعند كل ساعة وتماشيا مع سياسات تحقيق الصحة والسلامة يحرص المؤتمر والمعرض الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وإفريقيا لطب العيون على إيصال رسائل عدة تتمحور حول رفع سقف العلاج الصحي فيما يخص أمراض العيون من باب الضرورة الحتمية القاضية لمواكبة تطورات الطبية والعلمية الحديثة في تقديم الخدمات الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع فئات المجتمع البحرين الحقيقة تجتذب مثل هذه المؤتمرات هذا شيء جيد ومفيد للجميع لأنها مفيدة طبعا للأطباء ومفيدة للمرضى حتى يكشفون بعض الحالات بالإضافة لأن هذا يعطي سمعة للبحرين من ناحية قدرات من ناحية الطبية ومن ناحية تنظيمية ومن ناحية أمكانية لعمل وترتيب وتنظيم مثل هذه المؤتمرات مجال طب العيون من المجالات المهمة لأن في كثير من الأمراض حتى في مثلا مرضى السكر يحتاجون إلى العيون أي حالات والشبكية فوجودهم في مملكة البحرين أولا سيساهم على المستوى العالمي لتعريف مملكة البحرين باهتمامها بهذا المجال والتقدم الذي وصلت إلى مملكة البحرين في كل نسخة لهذا المؤتمر مضمون أهدافه تتجلى في رفع كفاءة العنصر البشري ليكون على رأس أهدافه تدريب الأطباء بشكل مباشر على أحدث العمليات الجراحية في طب العيون من قبل أطباء وخبراء على مستوى العالم الأمر الذي يعكس أهمية مناقشة التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في علاج أمراض العيون نحن اليوم في مؤتمر لا صداء عالميا ولا نقطة جذب كبيرة لمملكة البحرين فلولا أن ما كان عندنا بنية تحتية ومكان تأهي من قبل استشارين بحرينين ووزاعة صحة مهتمة وحكومة وقيادة مهتمة في الخدمات الصحية في البحرين لما كانت المملكة نقطة جذب لمثل هذه المؤتمرات فبالعكس نحن الآن في فرصة كبيرة جدا لازم نستثمرها وهذا قد يكون أكبر استثمار ليس فقط على المستوى الصحي ولكن على المستوى المكاني بالنسبة أو الجغرافي أو الاستراتيجي لمملكة البحرين إن المؤتمرات الطبية المتخصصة في طريقها لدعم خطط وتوجهات الحكومة الموقرة للارتقاء بالقطاع الصحي وحتى لا يفوتنا القول أن اختيار مملكة البحرين لعقد هذا المؤتمر الطبي العالمي الهام يعزز من قدرة البحرين على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع وترسيخ مكانتها كوجهة للسياحة العلاجية في المنطقة في ظل ما تتميز به من بنية متطورة في المستشفيات والمراكز الصحية ونخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين أن تنظيم هذا المؤتمر يسهم في الارتقاء بطب العيون في مملكة البحرين واستحداث أساليب تشخيصية وعلاجية ليكلل ذلك تقديم أفضل الخدمات الصحية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين